حيث أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا استخراجها ثلاثة جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهون الثلاثة يتي هذا فيما تصاعدت على مدار الأيام الأخيرة وطيرة انتشال الجثث من المقابر الجماعية في مدن ليبيا عدة من المقابر الجماعية في ترهون يلقي إعلان هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 11 جثث جديدة مجهولة الهوية في اليومين الماضيين ثقلا مضاعفا على الحصيلة الأليمة التي تضمنها تقرير رابط الضحايا ترهون لعام 2022 فتقرير الرابط يتحدث عن استخراج 268 جثة من المقابر الجماعية خلال ثمانية أعوام بينها 25 على شكل أشلاء ويرصد 155 عملية قتل خارج نطاق القانون و95 حالة اختفاء قسري والأنباء الواردة من مقابر ترهون تعقب بساعات إعلان سلطات الشرق الليبي الأحد العثور على ثماني عشرة جثة متفحمة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بمدينة سرط معقل تنظيم داعش حتى 2016 ومسقط رأس الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وترفع الجثة المنتشلة أخيرا حصيلة من عثر عليهم في مقابر سرط منذ 2018 إلى نحو مئة ويقدم انتشال الجثة لأسر آلاف المفقودين في الحرب الليبية ما يشبه الخطوة الأولى على طريق الألام لتحديد مصير أبنائهم حيث تطابق عينات الحمض النووي من عظام الجثة مع ما يجمع من عينات ذويهم لتحديد هوية الجثة المتحللة بما يخرج الأسر الملهوفة من نفق الانتظار ويزج بها في نفق آخر لا تلوح في الأفق نهاية قريبة له ألا وهو تحقيق مسار العدالة لضحاياهم ووفقا لهيومن رايتس واتش فقد أحيت زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا في نوفمبر الماضي أمال تحقيق العدالة للعديد من أسر ضحايا ما يعرف بميليشيا الكاني التي يشتبه بوقوفها وراء الجرائم في ترهونة إلا أن كثيرين يرجحون بقاء مسار العدالة معلقا في ظل ما تواجهه ليبيا من انقسام شامل بين السلطتين بما قد يصعب التوافق على آليات المحاسبة وينذر بالإبقاء على ملف المفقودين شوكة عصية في حلق السلام بليبيا من العاصمة طرابلس ينضم إلينا سامي سالم الأطرش المحامي والناشط الحقوقي أهلا ومرحبا بك سيد سامي مسار استخراج الجثث على ما يبدو مستمر لماذا لا يستمر معه وبنفس الطريقة مسار العدالة فيما يتعلق بالكشف عن هوية هؤلاء ومن يقف وراء ما حدث لهم نعم بداية مساء الخير لحضرتك والإدعاتكم ومشاهديكم بالفعل هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الحقيقة التي أعابت الحقيقة عام 2022 ووصفته بأنه عام بالفعل عام حزين في ليبيا باعتبار أن مسألة المقابر الجماعية لم تعطى العناية الكافية رغم تشرفي أيضا كأحد أعضاء النشاطاء المدنيين بمقابلة السيد رئيس المدعي العام للمحكمة الجنية الدولية إلا أني أرى أن ما زال المجتمع الدولي لم يتخذ من القرارات الدولية ما يمكن السلطات في ليبيا بأن تقوم بمهامها بالشكل المطلوب خاصة فيما يتعلق بالشق الجنائي وطلب استدعاء الكثير من المتهمين والذين يتواجدون في الشرق الليبي للأسف الشديد حتى الآن وهم متهمون بالذات عائلة الكاني والتي تعتبر مسؤولة في تلك الفترات على سلطتها وممارسة سلطتها في داخل منطقة ترهونة نعم ما الذي يعطي برأيك سيد سامي ما الذي يعطي الاتخاذ مثل هكذا قرارك نعم أنا نعتقد نعم أنا نعتقد أن عدم سيادة عدم تطبيق مفهوم سيادة القانون في ليبيا حتى هذا التاريخ وعدم تفعيل مكتب النائب العام لصلاحياته مصاحبا لذلك عزه على تنفيذ عمليات القبض والإحضار متزاوجا مع غياب الحقيقة العدالة الدولية والتدخل الدولي للمدعي العام للجنائية الدولية بشكل أكثر جدية من ما رأيناه حتى الآن جعل بالتأكيد هذا الملف ما زال ضعيف من ناحية الأداء فأتمنى الحقيقة على المجلس الأمن أن يكون أكثر صرامة في هذه المسألة باعتبار أن هذه تمثل جرائم حرب وأن الأعداد إذا ما جمعناها ستكون أعداد كبيرة غير مقبول السكوت عنها والصمت عنها حتى تاريخ اليوم نعم سيد سامي هذا فيما يتعلق بالضغوط الدولية وما يمكن أن تحقيقه ولكن أيضا في الداخل هذه الخلافات المتواصلة والمستمرة بين الشرق وبين الغرب وبين من يحمل السلاح هنا وبين من يقاتل هناك إلى أي مدى هي معطلة بشكل أو بآخر لكشف الحقيقة عما جرى بالتأكيد هذه الملاحظة في محلة الصراع السياسي على السلطة في ليبيا بالتأكيد حالة دون إعطاء هذا الملف وملفات أخرى أكثر ربما حتى هي لا تقل أهمية إن لم تكن أكثر عجز كبير في تحقيق العدالة لأن السلطات في ليبيا مازالت في حالة انقصام وصراع وحالة عدم الاستقرار السياسي بالتأكيد انعكزت على نشاط القانوني والقضاء في ليبيا وأصبح هناك عز في تنفيذ أوامر مكتب النائب العام بالقبض والإحضار لكثير من المتهمين الذين هم معروفون بأسما وتحديدا وهوية ومعظمهم متواجد في المنطقة الشرقية للأسف الشديد ولكن عدم خضوع المنطقة الشرقية لقرارات السيد النائب العام على مستوى ليبيا جعل من هذه الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم سيد سامي سالم الأطرش المحامي والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك